بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوة الناس التي تبني على الوصفة الناس الذين ينجحوش معهم الوصفات تديرها كما كانت ما تنجحش معها الوصفات إما ما تديرهم بالنية هذه أول حاجة ثاني حاجة كان اللي غسل لها يديها ودير ينولها دير التبطيل كان الناس اللي عندهم تبطلوا لهم يديهم حتى حاجة ما تنجح معهم إذن أحبابي الوصفة ديالنا ديال اليوم الناس اللي عندهم مشاكل ديال ما تتنجح معي حتى وصفة اليوم ما غدين ديروا واحد الوصفة خاصة الناس اللي عندهم سحر وعندهم تجديد عندهم مشاكل توقيف الحال في المال في العمل في كل شيء معهم الوصفات إذن تصليوا كاملين على السيد الخلق وخليوا أننا بتعليقات وربي غادي عونكم إلى حطيتنا لايك إذن الوصفة ديال سرغينا 40 يوم غادي تديرها على طريقة اللي غادي نعطيكم طريقة رائعة جربوها الناس ولكن داروا بها وسبحان الله العظيم لها تأثير قوي إذن غادي تديروا هذه الصغة الرائعة على نية أنك بغى تبطلي السحر المهم 40 يوم تقدري تديرها 3 مرات في الأسبوع أو تديرها كل أسبوع حتى تكملي تديرها أسبوع وتبطلي أسبوع وتديرها أسبوع حتى تكملي 40 يوم مهم ولو تديرها متقاطعة المهم حسبي 40 يوم سرغينا عند العطار أو تسرغينت أو بخور السودان أو تسرغينت سرغينا في المغرب تنقول لها سرغينا من أقوى البخور من أقوى من أقوى العشوب هي سرغينا تخدموا بها الروقات تخدموا بها حتى العرافين لأنها خطيرة في إبطال السحر إذن بخور السودان هو بخور رائحة دياله قوية جداً بخور قوي لإبطال السحر ورده إلى صاحبي ولكن بعدما أنك تديري هذه الغسلة يريد البنت اللي بغاء أنها تبطل السحر إما تعوم مع الفجر أو تعوم مع الظهر أو مع العصر هذا البخور هذا البخور اللي غدره هو غسل ماشي بخور تقدر يتبخر بها وتقرأ عليها هذا القراءة اللي غدين أعطيكم الناس اللي عندهم تابعة قوية تقدر تدخلك على حسب العين أو تقدر تدخلك على حسب السحر أو تدخلك على طريق المرآة أو تدخلك على إعجاب بنفسك هي التابعة هي تابعة من الجن أو تابعة من الإنس كنت تابعة الإنس وخات تقرأ عليهم ليه تقرأ ما تحيلوش ولكن تابعة الجن تقرأ بعد صور من القرآن الكريم تبطل ولكن تابعة ديال الإنس أقوى أقوى من الجن إذن أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته ديما تعود من الشيطان الرجيم أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته إذن سننجد ثلاثة أيام متتابعة في الأسبوع ونحبس ثلاثة أيام أخرى ونبدأ ثلاثة أيام وهكذا حتى نكمل ربعين يوم ديالي إذن غادي ناخد سرغينا نقرأ لها ناخد كل أسبوع ناخد عشر دراهم كل أسبوع ناخد ونقرأ لها صورة الصافات غادي نتبخر بها وغادي نوصل بها على نية ديال أنني متين شوش معي الوصفات أنني غا نترد تابعة غا نترد السحر غادي نترد التوابع صورة الصافات كاملة وغادي نقرأ ما جئتم به السحر إن الله سيبطلوه إن الله سيبطلوه إن الله لا يسلحوا عمل المفسدين سبع مرات وآية الكرسي سبعة مرات إذن صورة الصافات كاملة صورة الصافات اللي داومتوا على الماء غادي تحسوا بريوسكم بديتوا تخفوا من التوابع لأنه يديل تابعة صورة الصافات والعين والحسد والطاقة السلبية اللي في الجسد الوقت اللي سيبدأت قرأها غادي يجيك النعاس غادي يجيك توابان غادي يجيك دموع غادي يجيك أغلبية إلا بديت تقريها يجيك النعاس هذا الشيطان اللي تكون دي الحسد أو شيطان الحسد أو شيطان العين أو شيطان السحر تيعطيك واحد تقل في الكتفين وأنك تجيك الزغلالة في العينين وتحس براسك بأنك غير مرتاحة ويجيك النعاس إذن حاولوا أنكم الوقت اللي تكوني جالسة تحصني راسك بآية الكرسي أولا سبع مرات ومن بعد عدا نشرع في القراءة إذن غادي ناخد صرغينا اللي غادي قريت عليها آية الكرسي سبع مرات صورة الصفات وقريت عليها صورة الصفات كاملة وآية الكرسي سبع مرات ومن بعد غادي نتبخر بها بإذن الله الواحد القهار على نيتكم ترزقون غادي نخلي باش نتبخر وغادي نغسل بها إن شاء الله ندير هنا كسرنا نسخن الماء حتى يصير غليان وغادي نوضع فيه ما غاديش نتبخ صرغينا اللي قريت عليها لأن الحاجة ليتنقرليها ت stinksาولو ما نتبخوهاش وغادي نحاول لك الماء ساخن نوضع فيه سبع قطع ديال صرغينا السبع قطع ديال صرغينا اللي غادي نغسل بها ثلاث أيام غادي نغسل بها ثلاث أيام متتابعة إذن صرغينا لطرد السابعة طرد الجن من الجسد طرد المس العاشق اختار التوابع اللي يدخلوا على حسب العين والحسد والطاقة السلبية والناس اللي ما تنجحوش معهم الوصفات دائما تتقول لك انا عندي مشكل ما تنجحوش معي الوصفات اما ما تديرو مش بالنياوة اما انكي واخدلك الغسل ديال يديك الغسل ديال يديك الغسل ديال يديك ياخدوه تديروه في واحد المادة بلا ما نذكرها باش ما ياخدوهاش الكفراء بالله ويستعملوها تغسلوه اعطوك الغسل انك يتغسليه تديروه في واحد المادة وتدفنوها بان التهجة ما تنجح معك لان السحرة اللي لا بغي يستحرك بنادم ياخد اي اثار من اثار ديالك وغادي يخدم به اذا تنطلب الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ينعلهم في الدنيا قبل من الاخرة اذا سرغينة او التسرغينت هي رائعة اغلبية الناس اللي عندهم تابعة ياخدوا ياخدوا عند الاصفدين المائة وسرغينة الناس اللي عندهم تابعة قوية ياخدوا المائة مع سرغينة ويقرأوا على نفس القراءة ويتبخروا بها لان المائة رائعة الناس الزفر تعالجوا بالمائة المائة ايها الناس اللي عندهم توابع او الناس اللي عندهم دائما محترين في الجسد ديالهم عندهم تشنوجات عندهم علم في مكان معين الوقت اللي تبدي تقرأ عليه القرآن تبدي تحرك هذا كل مكان تبدأ تنميل فيه تبدأ بزد الحوج او الناس اللي تيجي هم غتيان من تسمعوا القرآن تكون عندهم السحر المعكون او الناس اللي تكون عندهم السحر المخطى ديما عندهم رجليهم تضروهم وعندهم النار في رجليهم اذا تنطلب الله سبحانه وتعالى يعطيكم صحاب العافية ويباع علم أنكم شر الشياطين عن انت والجن اذا غدي ناخد ماء ساخن وغادي نديره في كسرنا ونوضعها تسرغينا ان شاء الله وغادي نقربها الى الفم ديالي غادي نقرأ الفاتحة سبع مرات بعد غادي نطلعها لسطح البيت انها تنجم طاقة السماء او طاقة النجوم غادي ناخد هذا الماء ونقسموه الى قسمين نقسموه الى قسمين ثلاث ايام غادي ندخل واحد الوعاء الى الغرفة ديالي وغادي نضيف ليه ماء ساخن هذا الجزء الاول غادي نضيف ليه ماء ساخن غادي تحيديها تسرغينا او تبقى في الماء اللي خليتيه النكيح تتكملي ثلاث ايام ومن بعد هدك الماء اللي غسلت به اللوحو في مكان عاشب اذا الماء اللي غادي تغسلي به غادي تخدي مصفة من عشوب سرغينا ولكن هدوك العشوب خليهم مع الماء اللي يبقى باش انه يعطي يتمركز من زيان اذا هدوك الاعواد في الاخر خليهم ينشهوا ومن بعد حاولي انك يتبخري بهم لانهم اخدوا طاقة التنجيل واخدوا طاقة ديال السماء ومن بعد غادي ندخل الغرفة ديالي وغادي نغتسل بذك الماء اللي خديت جزء من هاد الماء بعد غادي نضيف ليه ماء ساخن ونخوي هدك الماء من رأسي حتى الرجلية ونجمع هدك الماء النهار اللي غادي تغسلي هده الغسلات ما تغسلي لبصاب ولا تشعجها دخلي واحد الوعاء الى الغرفة ديالك واخوي هدك الماء صبي هدك الماء من رأسك حتى الرجليك ومن بعد ان شاء الله بحاول الله وقواته نجمع هدك الماء واللوحو بمكان بعيد على المنزل في تراب او نبات ورجعي صدقي اي مبلغ من المال لباشي رفع لك ربي البلاء او الابتلاء اذا ورجعي صدقي اي مبلغ من المال لباشي رفع لك ربي البلاء او الابتلاء اذا بعد منك التابعة التابعة لعينة لوقفة حالك للزال الحويش عندك فيهم تعسير زواج عمل صفر اي حاجة حتى الدراسة تتوقف فيها حتى الحمل تتوقف فيه إذن حاولوا أنكم تديروها تصغير لأنها رائعة وأكثر من رائعة ثلاث أيام كل أسبوع تبقوا هكذا حتى أنكم تكملوا أربعين يوماً كل أسبوع ثلاث أيام الأسبوع الثاني ثلاث أيام حتى تكملي حسبي حسبي أربعين يوم دير ورقة وقلم ولو تديرها متقاطعة حاول أنك تكملي هذك أربعين يوم الناس اللي دروها أربعين يوم سبحان الله كانت النتيجة رائعة حسوا بأن خرجتك السحر إذن أتمنى لكم حد سعيد حاولوا تدعمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته